زيدي احنا النهاردة بقى يعني هنستفيد من خبراتك كمان حتى في المحتوى اللي انت بتقدمه وبما انك شاب وعايش نفس التجارب يعني عارف تعكس لنا واقع الشباب لان دايما نقولك انت بتدفع عن الستات قوي وجاي عن الرجالة فانا النهاردة يعني مع انك انت عليك فيديوهات كتير كتير بتدفع برضو عن الستات مش كله ضد الرجال النهاردة بنتكلم عن الحدود ان احنا لازم يبقى بيني وبين اي حد حتى لو قريب مني لازم يبقى فيه حدود بس احنا احنا كعرب وكمصريين ساعات بنفهم الحدود دي غلط يقولك ايه دخدها كده ايه سلوانة في حلوانة بيقولوا هنا يعني بنلغبط كل حاجة على بعض يعني انا خطبتك فانا بستحل النفسي انا هو كبنت بقولها لك ان انا امسك تليفونك وانا انا لو جات لك رسالة اقولك وريني مين بعتلك طيب وانت ليه عمل تليفون سايلنت طيب وانت بقى لك 3-4 ساعة ما كلمتني يعني انا حياتك دي بتبقى بالنسبة لي مفروض دي بتاعتي حسا الفكرة بالنسبة لي هيك موضوع انا بالنسبة لي لي شغلة التليفون وما التليفون امسك تليفون اكو تمسك تليفوني اه يعني هاي لها اوجات اه لما يكون الشخص عنده تصرفات او عنده اشياء غريبة خطيبك عنده اشياء غريبة بحياته وفيه اشي غريب فيه علامات بيقول ان فيه حاجات غريبة اه حلو انك تمسك التليفون سواء بنت وشب مع انه الانثة بشكل عام اكره ما عليها انه حد يمسك تليفونها حتى لو كان زوجها صح دي حقيقة ايش انثة في الكرة الارضية كلها بتحب انها تطي ممكن ما يكون فيه اشياء تليفونها صح بس خلص ما بتحب صح بس فيه شغلة اهم من الحدود اللي هي مساحة انا فيه لي مساحة خاصة اطينية وما تتجوزها معاي حتى لو انك زوجي فيه احترام حتى لو كنت انت اول الناس اللي بحياتي فيه اشي اسمه مساحة لازم ان انا اعطيها مساحتها واحترمها انه هي مساحتها الخاصة حتى لو كانت مرتي مش بالضروري احتل مساحتها خاصة كمان